سهل خيري كابتن ناصر منوار شو شارع الناس تحيات ليك أتمنالي متحدي لكل مشاهدي كناتنا للأهلي تحياتي للنجوم والكبار كابتن شريف عبد مرام كابتن سهل خيري كابتن شريف نوار الدنيا كابتن عالة أبراحمال وكابتن أم بلال وكابتن أسامة حسن نوار كابتن ناصر كابتن أعيم قلتلك قبل المباراة إن محمد عادل بقاله تقريباً 52 يوم ما بلعبش أي مرحكم كحكم فعرفوا الكرة دايماً دايماً الحكم زي اللاعب يعني ببقى محمد عادل بقاله 52 يوم ما بلعبش ولا مباراة صفارة لا يعني أنا أنا يعني النهاردة أنا قلتلك يعني لو حصل حاجة النهاردة ما ننومش الحكم لأن ده حكم دولي والدوري شغال الدوري مش واقف من الأسبوع 25 لحد النهاردة هو ما نعبش أي مباراة غير إن هو لعب ثلاث مباراة حكم فار النهاردة عايزين نقول بشكل عام إن النادي الأهلي النهاردة يعني فوز النادي الأهلي يعني أنقذ الحكم والفار بعد تسجيل هدف أبش إنه موجود نظري هدف صحيح 100% والحكم صفر قبل الهدف؟ لا لا أكيد أنا يعني لو صفر قبل الهدف يبقى النهاردة الفار ما يراجعش مزبوط إنما هو استنى زي الحكم نسعد كده لما بيستنى خالص بيعنده القرار وبيستنى بعد اللعبة بتنتهي خالص وإنه بيرفع هو صفر بعد انتهاء اللعبة كتن الأسامة وبعدين استنى البار لما يعني أكيد له إنه 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 هو قرر صحيح وشور للعيبة حتى في المدى أه ولكن كابتن إحنا بنكلم دايما هنا محمد عدد طبعا من الحكام الكويسين وماشي كويس السنة دي ولكن النهاردة زي ما قلت النهاردة هو خطأ تحكيمي يسأل عنه لإنه هو كان قريب قوي قوي خطأ تحكيمي كابتن أسامة النادي الأهلي فوز النادي الأهلي دايما وكل مرة مش هقولوا الكلام ده بيخلي بيغطي على الأخطاء التحكيمي طيب عشان بقاش كلامنا مرسل هو النهاردة كان محمد عدد الحكم براه كان محمودة بن رجال الحكم من المساعد الأول وكان سامي هالهل وإبراهيم محمد وكان على الفقر بسوني وشريف عبد الله هنمشي واحدة واحدة كابتن أيمان في هدف الأهلي الأول شوف هل فيه مخالفة من نسامة معالي في هذه الحالة ولا ما كانش فيه مخالفة هل هدف الملغي الهدف الملغي ده أول حاجة معنا عندنا أكتر من الزاوية هنا مش هتبين حاجة خالص زي ما قلت إحنا دايماً بنجيب الأربع أو الثلاث زواية كابتن أسامة شوف هنا أسامة هل ارتكب مخالفة ولا لعب الكرة ونجح في لعب الكرة ولا دي هتبين حاجة خالص يا كابتن نشوف الحالة الزاوية اللي جاة دي مهمة جدا جدا ودي اللي هتوضح كواس قوي قوي هل وسام نجح في لعب الكرة؟ ايو ولا ارتكب مخالف نمشي كده ونشوف هنا مين الوصل للكرة؟ وسام تمام؟ مين الرايح برجليه وبرجبته ناحية وسام؟ لا وهنا كابتن للكرة هنا في تنافس على الكرة واحدة واحدة ايو انا جاي من ورا اه بس انا مديت رجليه وصبت للكرة تمام بودون ارتكاب اي مخالف ننجح في لعب الكرة هنا وسام لعب الكرة inhibitج ان لا معذ إلا كرة riding شوف هنا السنس هو رح برجليه برجليه ناحية اتجاه مش الكرة لا تاني كانت تنه有人 لالحالة الزاوية دي مهمة جدًا رح ناحية اتجاه جسم وسام رجل وسام قدم وسام تاني لقوت الان لان كانت سامير بعد اذنك عشان نوضح نرى الرجل رايحة هنا هنا الكرة موجوده في رجلي مين؟ وسام سام ابي علي أنا كمدافع مفهود رجل تروح للكورة ولكن أنا شايف هنا ركبة اللاعب مودرن رايحة عند وسام وعيد والمقولة بتاعتكو في التحكيم يا كابتن ناصر اللي بتقول إن مين اللي لعب الكورة الأول مين اللي كان لي السابق اللي لعب الكورة بالزبط هي دايماً كتب أنا لعبت الكورة بدون ارتكاب مخالفة يعني أنا لما لعبت الكورة مروحتش عملت مخالفة مع اللاعب وبالتالي هدف أفشى هدف صحيح 100% كان لابد هو على فكرة محمد صفر بعد تسجيل هدف مش قابل مش قابل عشان بس نوضح للناس هو صفر بعد تسجيل هدف وكان عنده فرصة البار يراجع بدلي إن هو وقف شوية خلاص هو أخد الكرار من هنا طيب سوال لا استنى هنا بس أنا من هنا لا دا حطت الصفارة بصا في النصر كورة لسا هنا والحكم بدا يحط الصفارة بقى عشان يصفر هنا بص يا كابتن كلي بالك كورة جت تفاضل كتب اسم لا انا عشان بس يبلحكة من النهاردة قصي عمل لقطتين عكس بعض صح؟ صح ولا؟ لا هنا دي اللقطة لا 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 دا هنا اللقطة دي هو بصفر وكورة تتلاعب لكن بعد اللعبة ما وقفت وبدأوا يتكلموا معاه حطوا إيده على ويده وراح للفار وكأنه يعني أنا برجع للفار فيها أنت قصدك أنه ممكن يكون صفر قبل 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 ما أفشي حط الوقل في الكورة وكأن الفار ما بدخلش لأنا اتأكدت كابتن أنه يعني ايه صفر يعني هو استنى بعد الهدف ويرح واخذ القرار ولكن أنا سؤال هاتلي رأى اللقطة دي يا سامير ونبي الأولنية خالص ما عليش سامحني عشان أوليك المحمد من كماركوزه ماشي نمشي هو الأول كان فينا كابتن؟ كان هنا أنا النهاردة بص هنا كم لاعب هنا زحمة بعيد زوية مش حلوة زوية الرؤية عنده مش متاحة قوي قوي يشوف التفاصيل ايه هي بص كابتن هو هنا هو هنا صفر قبل ما يقفش يحط رجله في الكورة كابتن ما أنا أنا بأكد لك أنا بأكد لك هو صفر حطت صفره وانتظر لحد ما الكورة قفش حط كورة اه ما صفرش يعني صفر بق هو مش حكم طبعاً يعني حكم عنده خبراته وشكراً يدلو حقه هو انتظر هو ليه كانت من انتظر لاني أقولك أنا مقدرش صفر على مخالفة ممكن تكونش مخالفة وبالتاني أنا قتلت اللعبة ومخليت البرم مدخلش لانه هو خبرته النهاردة هو خلى اللعبة تواصل ويستمر لحد ما الكورة داخلت الكورة وانتظر بتاعه ان هي في مخالفة لكن أنا من تمركز محمد محمد أنا بقول تفاصيل اللعبة صعبة اوي 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 بأمانة من التمركز ده تشوف الحالة هرجعت أنا سمير عشان باس نوضح ان وسام أبو علي نجح في لعب الكورة تماماً 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 مدون ارتكاب اي مخالفة مع لاعب نادي مودرن في اللقطة اللي هي الاخرانية اللي بيبعين لنا هنا كابتن هوا يعني انا حطيت رجلاي ولعبت بعد كده ايه اللي حصل احتكاك عادي جداً جداً حتى لو في مخالفة او في احتكاك بنقول ان اللعب مودرن راح لللاعب مش راح الكورة تماماً كابتن هدف صحيح افشة وطبعاً تم إلغاء وانا شاب نجوت نظري هدف صحيح اعتقد السورة الاخرانية سمير بتوضح تماماً تاني نجيبها عشان خاطر نأكد ان السورة الاخرانية موضحها تماماً ان هنا بس هنا حطيت رجلية واتفردت نمشي بقى سمير نمشي يا سمير ماشي ماشي خلاص ونزلت نزلت مكيش حاجة مخالفة انا ارتكابتها نجحت في لعب الكورة وبالتاني هنا هدف صحيح بتعني نجت نظري مفيش في مخالفة تقريباً في الديئة سعبة اشتركوا في القناة